حققت البطلة الأولمبية العداء كالكيدان بيفيكادو إنجازا جديدا لرياضة ألعاب القوى البحرينية بعدما حطمت الرقم القياسي العالمي في سباق 10 كم للسيدات على الطريق الذي يقيم في العاصمة السويسرية جنيف بعدما فازت بالمركز الأول وقطعت مسافة السباق بزمني 29 دقيقة و 38 ثانية وبهذا الإنجاز رفع سمو الشيخ خالد بن حمد آل خليفة النائب الأول لرئيس المجلس الأعلى للشباب والرياضة رئيس الهيئة العامة للرياضة رئيس اللجنة الأولمبية البحرينية أسمى آيات التهاني والتبركات لجلالة الملك المفدى وسمو ولي العهد رئيس مجلس الوزراء وممثل جلالة الملك لأعمال الإنسانية وشؤون الشباب رئيس المجلس الأعلى للشباب والرياضة وأضاف سموه نفخر بهذا الإنجاز المتميز للعداء كالكيدان والتي عكست من خلالها ما تتمتع به من قدرات عالية وإمكانات باهرة لتواصل مسيرتها الرائعة بعد فوزها بفضية أولمبياد توكيو 2020 وتبرهن عن أدائها العالي في سباقات الماسفات الطويلة لترفع علم المملكة عاليا بتحطيمها للرقم العالمي في هذا السباق وأكد سموه أن تحطيم الأرقام في الرياضات الفردية بشكل عام ورياضة ألعاب القوى بشكل خاص ليس بالأمر السهل وهو يأتي نتيجة لما يبدله العداء أو العداء من جهود كبيرة في الحصص التدريبية وإرادة صلبة وعزيمة قوية من أجل تحدي الذات وتحقيق الإنجاز مقدرين ببالغ الفخر والاعتزاز ما حققته العداءة من تألق في السباق لتعكس المكانة المرموقة التي تحتلها ألعاب القوى البحرينية على الصعيد العالمي وأوضح سموه أن تحقيق مملكة البحرين الرقم العالمي في سباق 10 كم على الطريق للسيدات إنجاز جديد يدعو للاعتزاز ويؤكد ما تزخر به المملكة من عدائين بارزين قادرين على تحطيم الأرقام العالمية بفضل ما يتحلون به من عزيمة وحماس ورغبة مستمرة في رفع راية الوطن وأكد سموه أن ما تحقق هو ثمرة للجهود التي يبذلها الاتحاد البحريني لألعاب القوى برئاسة السيد محمد عبل طيب بن جلال في دعمه ورعاية الأبطال والبطلات متمنيا للعداء كالكيدان دوام التمييز والنجاح في مختلف الاستحقاقات القادمة مشيدا سموه بعطائها الكبير متمنيا سموه لرياضة ألعاب القوى المزيدة من التهلق والازدهار ويعتبر هذا الإنجاز المتميز هو الثاني للعداء كالكيدان التي فازت بفضية سباق 10 ألاف متر للسيدات في أولمبياد توكيو 2020 لتحقق الميدالية الملونة الوحيدة لمملكة البحرين في دورة الألعاب الأولمبية التي أقيمت في شهر أغسطس الماضي ترجمة نانسي قنقر